أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها تحتفل بيوم الشباب الدولي واهتمامه هذا العام بموضوع المهارات الخضراء للشباب وأكدت الأكاديمية الوطنية على دعمها ومشاركتها الدائمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تتعامل بجدية على أرض الواقع مع البعد البيئي والتغيرات المناخية والاهتمام بالمشروعات الخضراء الذكية على مستوى جميع المحافظات ودعت الأكاديمية رواد الأعمال للتقدم للتحاق بالدورة الثانية من المبادرة القومية للمشروعات الخضراء والذكية قبل يوم 31 من أغسطس الجاري مؤكدة استعدادها لتوفير جميع الجهود لأصحاب المشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة